موسيقى مشاهدين كرام رحبكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح معكم رشيد رحبكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي موضوعنا جديد لهذه المرة تحت عنوان أشهر الترقيعات الإسلامية هذا الموضوع مهم لأنه سيوضح لنا أغلب الردود على المواضيع المثارة حول الإسلام وكيف يرد عليها الشيوخ وعلماء الإسلام أو ما يصطلح عليهم بعلماء الإسلام في هذه الحلقة سنشرح أغلب هذه الردود في أكثر المواضيع جدلا في الإسلام ونبدأ على الطول دون أي إضاعة للوقت بأول موضوع مثلا ضرب المرأة الآية القرآنية واضحة في سورة النساء وطبعا كما ترون سورة النساء هي أكثر سورة ظلمة النساء في الحقيقة سورة النساء ينبغي أن تسمى سورة ظلم النساء وليست بسورة النساء السورة التي مفروض كرمت النساء هي السورة التي نجد فيها ضرب المرأة والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني واحد اثنين ثلاثة تدرج في العقاب فإن أطعناكم يعني المرأة الناشز هي المرأة العاصية التي لا تؤدي حقوق زوجية كما يقولون والذي يحكم علي بالعصيان القاضي والحكم هو الزوج في نفس الوقت فإذن أول شيء الوعظ ثم الهجران أو الهجر ثم الضرب في آخر السلسلة المراحل القرآن لا يحدد لك طريقة الضرب لا يعطيك التفصيل لا يعطيك أي شيء وبطبيعة الحال هذا جعل المسلمين في ورطة فاتطروا إلى الترقيع شخصيا درست أديان كثيرة درست البودية درست الهندوسية درست المسيحية درست حتى أجزاء بخصوص اليهودية درست وطلعت على الجينية أو الجينيزم وطلعت على اليزيدية وطلعت على معتقدات كثيرة لا أعلم لحد الآن لا أعلم أي كتاب مقدس يأمر الرجل بضرب المرأة إلا القرآن وبالتالي المسلمون في ورطة فعملوا سلسلة من الترقيعات طلعت عليها خلال مرحلة دراسة للإسلام كل هذه السنين أول ترقيعة يقول لك الضرب هو آخر المراحل حتى لو كان آخر المراحل هل هذا حل؟ ضرب المرأة غير جائز غير مقبول مرفوض تماما خصوصا في الوقت الحاضر لا يجوز لا يصح لا يصلح أي حال لا يحل أي مشكلة وإنسان عاقل يضرب إنسانا عاقلا آخر كفء له ويضربه حتى يطيعه غير مقبول في منظومة حقوق الإنسان غير مقبول في شريعة الله غير مقبول في العرف الإنساني غير مقبول في أي ظرف كان لكن يقول لك الضرب آخر مراحل هذا لا يلغي أنه موجود وإمكانية موجودة ومتاحة للرجل وهو الذي يحكم في أي ظروف يطبقه يعني هو الذي يتحكم حتى في تحديد هل هي عاصية أم ليست بعاصية أم لا هل يجوز له أم لا الرجل هو الذي يتحكم في زمان الأمور فهل وجودها في آخر المراحل بعد عضوهن وهجروهن يعني يجعلها أقل؟ لا يجعلها أقل قال لك الضرب للناشز فقط نفس الترقيعة ما هو للناشز؟ ناشز هي الامرأة من حكم عليها بالنشوز هو الرجل من الذي يحدد أنها ناشز؟ يعني أنا ممكن أختلف مع زوجتي وأحدد أنها ناشز وأحكم عليها بالضرب وأجعله آخر مرحلة وأضربها هل هذا يجعل منه شيئا مقبولا؟ طبيعة الحال له المرأة الناشز في نظرك ما هو الزوج ممكن أن يكون ناشز أيضا لا يؤدي حقوق المرأة هل يجوز للمرأة أن تضربه؟ لا هو مقبول فقط في حال المرأة قال لك لا الضرب غير مبرح الترقيعة الأخرى الترقيعة الثالثة في سلسلة الترقيعات التي رأيتها قال لك الضرب غير مبرح ومعنى غير مبرح أنه لا يقبح الوجه ولا يكسر عظما ولا يدمي لا يصيب بالدمع طيب غير هذا يعني أنا ممكن ألكم ممكن أضرب ضرب وهذا فيه أذى للمرأة هل هذا مقبول؟ في أي بلد غربي خصوصا بلدان أوروبية وأستراليا وأمريكا وكندا لو قام أي رجل بضرب زوجتي سيدخل السجن لو بلغت عنه الشرطة قل لهم مبرح أو غير مبرح ستدخل السجن وسيطلب القاضي منك أن لا تقترب من الزوجة مسافة معينة وسيضع عليك حدود الضرب غير مقبول غير مبرح ترقيعة فاشلة لا تجعل منه مقبولا هل تقبل أن يضربك شخص ضربا غير مبرح؟ فيه إدلال وفيه إهانة فوق أنه فيه أذى جسدي مبرح أو غير مبرح؟ لا قال لك الضرب بالسواك وفي الحقيقة هذا من أكثر الأشياء سخرية أنه ضرب بالسواك إذا كان الغرض من الآية هو تأديب المرأة حتى لا تبقى ناشزا وإذا كان هو في آخر المراحل تدرج بعد الوعض والهجران في الفراش فكيف يكون الضرب بالسواك مؤدبا للمرأة؟ يعني لما تدربها بالسواك ستقول الآن خلاص أنا سأطيع هذه ترقيعة لأنه هناك إحراج في المسألة بل رأيت من الشيوخ من قال الضرب تكريم للمرأة فيه تكريم للمرأة كل شيخ يقول لكم الضرب فيه تكريم للمرأة قولوا له تعالى نريد أن نكرمك نريد أن نعطيك بعض الإكرام من هذا الإكرام أولا لأنك شيخ وعلى عيننا وراسنا ونريد أن نكرمك في هذا اليوم هم يضحكون على الناس في حق المرأة هو إكرام لها طيب ما يقبلوا الرجل حتى يكون إكراما له الضرب قال لك ليس معناها الضرب وهذه أخر تقليعة من تقليعات المرقعين قال لك الضرب ليس معناه الضرب ما هو فيه ضرب مثلا مثلا ضرب مثلا لا تعني الضرب وضرب النقود لا يعني الضرب وضرب أو يبتدوا يعطوك أمثلة أخرى الكناية والاستعارة والرمزية تكون حين يستحيل تطبيق الفعل حرفيا الاستعارة والكناية والرمزية وكل الأشياء التي نعرفها في اللغة لا تكون إلا حين يستحيل تطبيق الأمر حرفيا ضرب مثلا لا يستطيع شخص أن يضرب المثل ضربا حقيقيا ولذلك يؤخذ على المجاز أما حين يستخدم بين شخصين ضرب الرجل المرأة فهنا الضرب حرفي لأن ليس هناك حاجة ولا يستحيل تطبيقه في هذه الحالة الضرب هنا حرفي ضرب عمرو زيدا فهنا الضرب حقيقي يؤخذ على الحقيقة وليس على المجاز إذن بطلوا ترقيع في هذه المسألة الضرب ضرب حقيقي والضرب لا يجعله أكثر خفة أن تقول لي أنه غير مبرح وأنه للناشز فقط وأنه في آخر المراحل بل هناك في الترجمات الإنجليزية بعض الترجمات خجلت أمام العالم الغربي فصاروا يضيفون ويحرفون في قرآنهم ويضيفون ما لا يوجد في القرآن ترجمة يوسف علي الإنجليزية وممكن تبحثه في الانترنت قال لك بيت دم لايتلي وليتلي حطها بين قوسين وكأن هذا سيجعلها خفيفة بيت دم لايتلي حتى لو بيت دم لايتلي يعني يضربوهن ضربا خفيفا حتى لو بيت دم لايتلي قلها للشرطة ووقتها سترى ماذا سيفعلون لك في ترجمة صحيح انترناشنل يقول لك strike them lightly نفس المعنى أيضا اضربوهن ضربا خفيفا في the clear quran ترجمة أخرى discipline them gently طب من وين جبتوا gently ومن وين جبتوا lightly ومن جبتوا هذه التحرفات حين يحرج المسلمون أمام العالم يبدأون في الترقية هذه هي المسألة والترجمات هنا تلتجئ لأسلوب الترقية نذهب إلى موقع Islamweb قال لك صفة الضرب المباح فتوى في 2010 رقم الفتوى 139806 موقع للحكومة القطرية صفة الضرب المباح ثم يقول لك كيف يكون هذا الضرب الظاهر من كلام أهل العلم أن الضرب المباح في حق الزوجة هو ضرب التأديم الذي يكون خفيفا لا تترتب عليه عاها يا سلام شكرا ولا يسبب ألما شديدا لكن يسبب بعض الألم أما الضرب المبرح وهو الشديد فلا يجوز الإقدام عليه وهو الذي يترتب عليه تلف عضو يعني لا تفقأ لها عينها يعني مثلا لا تضرب الأذن حتى تفقد السمع لا هذا الأمر يعني حرام لكن تضربها حتى تتألم وتبكي هذا ما فيش مشكلة على الإطلاق لأنه يدخل في إطار التأديم أنا ما سأقوله لموقع إسلام ويب اخرب بيتكم يعني لو كان هذا التعليم يعطى في القرن الواحد والعشرين للناس اضربوا الزوجة تعلموا صفة الضرب المباح يعني أنا أبعت ابني لهذا الموقع يتعلم صفة الضرب المباح الناس طلعت للكواكب طلعت للمريخ طلعت للقمر طلعت وانتو نشرين غسيلكم أمام العالم صفة الضرب المباح نجري موضوع آخر الغزو والجهاد الآيات واضحة في الغزو والجهاد خصوصا في سورة التوبة التي لا تبدأ أصلا ببسم الله الرحمن الرحيم قال لك لأنه ليس فيها رحمة أصلا قال لك في التوبة الخمسة والتوبة التسعة وعشرين معروفين جدا أعدتهم مرارا وتكرار واحدة في حق المشركين واحدة في حق أهل الكتاب اللي في توبة خمسة في حق المشركين قال لك إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين سهلة جدا حيث وجدتمهم في كل مكان واخدوا محصرهم وقعدوا لهم كل مرسد ما فيش مهرب ما فيش أي مخرج فإنتابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هل قال لك اعتدوا عليهم لا يعني إذا انسلخ انتهي الأشهر الحرم ابحثوا عن المشركين في كل مكان واختلوهم لو تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لو صاروا مسلمين خلوا سبيلهم خلاص المرقعون سيقولون لك لا نحن الجهاد لرد الاعتداء فين الاعتداء في الآية طب لو هم معتدون قول فإن وقفوا اعتداءهم خلاص التوبة وقامت الصلاة وإتاء الزكاة ما محلها من الإعراب في هذه الآية إذا كان الغرض هو رد الاعتداء ولماذا ذكروا بالمشركين يعني صفة دينية مش بالمعتدين فاقتلوا المعتدين فقاتلوا المعتدين لا صفة دينية يعني الغرض والسبب لقتالهم هو الشرك طب في التوبة 29 ضد أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون يعني سبب القتال أنهم لا يؤمنون بالله كما يحددوه الإسلام ولا باليوم الآخر كما يحددوه الإسلام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يعني مش الغرض رد الاعتداء فين أنه ردوا الاعتداء من الذين أؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر لو كان الغرض أنه رد الاعتداء ما كانش قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كان قال قاتلوا الذين يعتدون عليكم طب إي دخل لا يدينون دين الحق لو كانوا فقط معتدين ملهاش أي محل من الإعراض لما تيجي للترقية قال لك الجهاد دفاع عن نفس طب فين الدفاع عن نفس في التوبة خبسة والتوبة 29 فين؟ وفي غزوات محمد أي غزوة كانت دفاع عن نفس لما قافلة جاية جاية من الشام مسالمة ما فيش أي مشكلة جاية بضائع لأهل مكة فين الاعتداء لا قال لك هم أخرجوا من قبل طيب لو أخرجوك من قبل خلاص اعمل حملة على الذين أخرجوك مش القبيلة كلها مش تأخذ أموال القبيلة كلها ثم أنك تدعي أنك جاي من الله وأنك رسول الرحمة ورسول مش عارفين مفروض أنك تسامح يا سيدي مش أنه العفو أفضل مش أن الله غفور رحيم مش جاي أنك برسالة أنك رحمة للعالمين مفروض أنك تسامح خلاص يا سيدي قال لك ضد من يمنعنا من إيصال الدعوة يعني لو رئيس دولة معينة منعهم من الوصول إلى الشعب يقيموا علي الحرب يا سلام تحب أن نطبق عليكم نفس المبدأ أذهب للسعودية الآن أخذ فيزا أذهب للسعودية لو منعتني السلطات من دخول السعودية نعلن عليهم نحن التاركون للإسلام نعلن على السعودية الحرب لأنهم حالوا بيننا وبين الوصول للشعب أو يقوم بها شعب مسيحي مثلا يقولون نحن نريد أن نبشر دولة السعودية بالمسيحية أمريكا مثلا تقول أن نحن نريد أن نبشر السعودية بالمسيحية فلو منعونا من إيصال الدعوة للناس تعالوا نعلن عليهم الحرب المسلمون لا يضعون أنفسهم مكان الآخرين هم فقط يعملوا الترقيعات دون أن يفكروا في عواقبها وكم تبدو مضحكة حين تراها من مكان آخر طبعا الجهاد ضد المعتدين فقط أنا أقول لهم هل بني النظير اعتدوا عليكم الخيبر التي كانت تبعد عن المدينة أو سيبك من خيبر حتى المغرب والجزائر شمال إفريقيا اللي كان بيبعد بآلاف الأميال أو الأندلس اللي كانت تبعد بآلاف الأميال راحوا اعتدوا على المدينة أو العكس مين اللي اعتدوا على الآخر ولا العراق اللي كان بيبعد عنهم ولا الشام ولا كل هؤلاء المعتدي يجل عندك لأرضك مش أنك تروح لعنده ألاف الأميال هو مصر اعتدت على المدينة أو العكس مين اللي اعتدوا على الآخر قال لك الجهاد الأكبر لا الجهاد هو جهاد النفس حديد ضعيف الجهاد أنه جهاد النفس حديد ضعيف أصلا دي ترقيعات ما فيهاش أي ملاش أي لزمة الجهاد معروف في التاريخ الإسلامي أنه واحد يجاهد بأمواله وبنفسه في سبيل الله هو بدل النفس لإيصال رسالة الإسلام للآخرين ترقيع الغزوات قال لك لا عدد قتل غزوات المسلمين قليل زدا مقارنة بالحرب العالمية ومقارنة الأولى والتانية ومقارنة به ما فعله الأمريكان في هيروشيما وفي النووي وقتل العراق ويبدأ يجيب لك أفغانستان على كل وسوريا وكل مرة يعمل أبديت بحرب جديدة طب هل عدد القتلى يبرر أنه هي حلال يعني لو قتلتم من بني قريدة تسعمية شخص مثلا لأنه العدد أقل من الحرب العالمية التانية يبقى جائز تخيالوا واحد يقف أمام القاضي ويقول سعدت القاضي أنا ختلت شخص واحد بص على أمريكا كم قتلت في هيروشيما فكيف تحاكمني أنا كيف تقول هذه جريمة ما تبص على الأفغانستان هذه مش جريمة هذا واحد فقط تبرير بعدد قتلى الغزوات تبرير سخيف جدا ترقيعة ما تمشيش محمد قتل تسعمية أو قتل ألفين أو تلات تلاف غلط مليون غلط الغلط مش بالعدد الغلط غلط شيء آخر التاريخ الإسلامي لم يسجل لنا كل عدد القتلى هل سجلوا لنا كل عدد القتلى في الدول التي دخلوها لا طبعا فما تحتجوش بعدد القتلى قال لك الغزو الإسلامي لتحرير الناس ما هو كانوا محتلين من الرومان ومحتلين من الفرس ومحتلين من كذا ومحتلين من كذا طيب كان شكرا يا سيدة حررتونا كنت تعطونا مقاليد الحكم تقولوا للأمازيغ شكرا سلمناكم الآن مقاليد الحكم احكموا أنفسكم لماذا وضعتم يعني تغيير الاستعمار باستعمار مش شيء جيد أشكرك عليه يعني لو شلت الرومان وجلست أنت وتأخذ الجزية وتحكمنا غصبا عننا مش شيء هذا نشكرك علي كالمفرون أنك تشيل وترجع بلدك طب ليه ذهبتم إلى الأندلس وجلستم هناك لو ما كانش الهدف هو استغلال طروات هذه البلدان وأخذ بناتها النساء النساء كسبايا ما تضحكوش على الناس بهذا الترقيق الغزو الإسلامي قال لك كان عادلا ورحيما في نظر من؟ من منظورك أنت لأنك أنت المسلم هل سألتم المحكمين؟ هل سألتم الذين سبوا بناتهم؟ الذين أخذت أرضهم؟ الذين أخذت أموالهم؟ أصحاب الأرض الذين اتهدوا؟ لا طبعا لا فالذي يكتب التاريخ هو يقول لك حكمي عادل ورحيم طيب خلاش شكرا هل تحب أنه يستعمرك بلد ما أي كان هذا البلد ويقول لك حكمي عادل ورحيم الغزو الإسلامي قال لك يترك الناس على أديانهم ما نتركنا المسيحين ننظر المسيحية لحد الآن موجودة في مصر موجودة في الشام وموجودة في أماكن كتيرة وأنا أقول لكم كم كانت أعداد هؤلاء وكم أعدادهم اليوم هل كلهم اعتنقوا الإسلام رغبة فيه؟ طبعا لا بالإدلال اليومي بالقتل البطيء بالإرغام على الجزية بكل هذه الأمور تناقصة عدد بالتضييق عليهم في حرياتهم بمنعهم من بناء كنائسهم بتحقيرهم بكذا بكذا تناقصت أعدادهم حتى صارت في هذه الأعداد اليوم بتزويج بناتهم بالقصر بالأسلام القصرية بالإغراء بكل شيء تناقصت الأعداد بل عندي سؤال أصعب أين هم مسيحي شمال إفريقيا؟ كلهم ذهبوا بسبب ماذا؟ إذا كان حجتكم بقاء بعض المسيحيين نسبة قليلة في مصر وفي الشام فأنا أستخدم الحجة العكسية لماذا لم تبقى ولا نسبة في شمال إفريقيا؟ كلهم اعتنقوا الإسلام حباً فيه لا يا رجل آه يعني كانوا يعني ميتين في دباديب هذا الدين الذي سبى نساءهم وأخذ أرضهم وأموالهم وكانوا يحبوه حباً جماً ترقيع ملك اليمين أول شيء تسمعوا أن الإسلام لم يخترع الرق يعني حجة سخيفة أيضاً نروح أنا أقتل وأقول مش أنا اللي اخترعت القتل يبقى أنا أنا بريء لا الرق غلط حتى لو لم يخترعوا الإسلام حتى لو كان بدأ قبل الإسلام شيل الترقيع رقم واحد قال لك الإسلام جفف منابع الرق إزاي؟ إنه لو واحد عمل مثلاً حابب يعمل كفارة في الإسلام عتقه رقبة آه زي واحد مثلاً ما هو عقوبة عشان ما تعملش الغلط ده إنه لو تعمله حتترك عبد حيروح منك عبد والعبد مصدر مالي فإذا وكأنه تهديد لا تقم بهذا الأمر وإلا ستعاقب مثل ومثل الجلد مثل ومثل الرجم مش إنه شيء محمود لو كان الإسلام يريد فعلاً تجفيف منابع الرق كان ما كانش أخذ الرق طب إيه معناها لما تقول لي جفف المنابع هو يعمل غزوة ويجيب سبي إيه معناها إنه عتق رقبة واحدة مقابل خطأ بيقوم به الإنسان مرة مش عارف في كم سنة وإنك جايب له مئة عبد بتبيعهم له في السوق من غزوة عملتاً بارح جايب مئة وتعتق واحد فين تجفيف منابع الرق فين إذا كان الإسلام فعلاً أراد تجفيف منابع الرق ما كانش سبى الناس النساء والأطفال في غزواتي وقتها نكون أنا فعلاً متفق معك إن الإسلام حاول تجفيف منابع الرق قالك لا لا يمكن للإسلام أن يحرم الرق دفعة واحدة لأن العرب كانوا متعودين عليه يا سلام والأشياء الأخرى ممكن يحرمها مفيش مشكلة مثلاً آه الخنزير ممكن يحرمه مفيش مشكلة لكن الرق لا التبني ممكن يحرمه لكن الرق لا ما معنى يعني لا دي ترقيعة أيضاً ما تشتغلش قالك ملك اليمين ما هو خلاص غير موجود اليوم مش بسببك مش بمبادرة من العالم الإسلامي لغاية الستينات والسعودية فيها رق البلدان الإسلامية لم تتخلى عن الرق اقتناعاً أو مبادرة منها اقتناعاً بأنه غلط لا بإجبار البلدان الغربية والعالم الحر للبلدان الإسلامية فعدم وجود ملك اليمين لا يعني أن الإسلام جميل هذا يعني فقط أن القوانين الثانية أفضل من الإسلام لأنه أجبرت المسلمين على الخضوع لمبدأ أنه مفيش رق بل البلدان الإسلامية قاومت هذه القوانين في الأول وبعد ذلك ردخل ولو صارت القوة بيد البلدان الإسلامية عندهم النووي ويملكوا العالم وهما اللي بيحطوا قوانين العالم وهما اللي عاملين أمم المتحدة بتاعتهم وهما اللي لهم ليد العليا لرجع الرق لرجع الرق كما أرادت داعش إرجاعه قال لك لا الإسلام كرم العبيد ده بلال 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 كان مؤدن الرسول شفت شفت من يقول هذا الأمر وكأن بلال صار خليفة إيه مؤدن مؤدن واحد صوته جميل كان بيخليه يؤدن الصحابة ليه ميؤدنش الصحابة ليه ميؤدنش محمد نفسه لو كان الأدان له هذه القيمة ليه كانوا مخالين واحد في نظرهم عبد هو اللي بيؤدن ليه ميؤدنش هما لا كانوا مخالين عبد هو اللي صيح وفوق هذا كله كانوا بينظروا للعبد على أساس أنها اشتيمة قال لك تطيع ولي الأمر حتى لو كان عبد رأسك الزبيبة عبد حبشي بالضبط حتى مش أي عبد ده دليل على أنه حتى لو يعني ده أقل درجة ممكنة في الشخص بالنسبة لهم هو العبد اللي رأسه يشبه الزبيبة قال لك هذا حتى لو كان تطيعوا وهذا دليل على احتقارهم للعبد بل محمد كان عنده عبيد والصحابة كان عندهم عبيد فين الإكرام؟ واحد كان يسمينه سفينة لأنه كان درجة الأحمال اللي بيحطوها عليه وبيحملها كانت أحمال تخيلة جداً فسموه سفينة يعني يحمل عليها ما تريد واحد من عبيد محمد كان اسمه سفينة قال لك لا ملك اليمين لهن حقوق في الإسلام الصحابة كانوا يخرجوا للسوق اللي عندهم ويشتروا ابن عمر كان بيدور على المليحة في النساء ويتفحصها بإيديه قال لك لهن حقوق طب تحب أن دولة تانية تغزوك وتأخذ بناتك وتأخذ بناتكم وتأخذهم عندهم وتقول لك هذا ملك اليمين لكن لهن حقوق عندنا هل سترضى؟ يكفي إهانة الاسترقاق أي حق بعد الحرية إذا ضاعت للإنسان حريته عن أي حق تتحدث ما قيمت كل الأمور الأخرى حق الكسوة شكراً حق الأكل شكراً ما انت دي وكأنها مكينة أو كأنها حيوان بتملكه تحرط عليه ويعملك الأعمال فكل الحقوق الثانية هي استفادة يعني استثمار ليك فقط الحق هو أن تدعى للإنسان حريته هذا هو الحق لا تأخذها منه ترقيع الجزية الجزية على المسيحيين واليهود التانيين ما بيأخذوش منهم جزية قال لك ما الجزية أخر خيار بعد ما بنعطيه خيار الإسلام هي السلام وده يخلي الجزية جميلة يعني أنا آجل عندك أقول لك إما تصير مسيحي أو تعطيني فلوس وأقول لك أنه خيار الفلوس هو أخر خيار فهذا نقبل الخيار الأول شفت أنا رحيم إزاي؟ شفت أنا رحمتي تتجلى في أوجي في أحسن وجه أنه أنا أعطيك خيار؟ أصلا أنا ما طلبتش منك تعطيني خيار إيه ترغمني على أعتنق دين لا أريده أو أدفع لك فلوس؟ ده شغل عصابات ده شغل عصابات أعمل كده أو أدفع لي فلوس؟ أنت غير مسؤول عن خيارات الدينية لا أعطيك فلوس ولا أتبع دينك فلا تجمل الجزية بأنها آخر خيار الجزية مقابل الحماية يا سيدي ما تحمينيش ما تحمينيش لم أطلب منك الحماية كيف أنك تذهب لمصر تغزوها وتقول للمسيحي أعطني الجزية لأني سأحميك هو لم يدعوك لحمايتي أصلا كيف أنه مقابل الحماية؟ هو طلب منك الحماية؟ يا سيدي ما تحميش وهتحميه منين؟ ده لو لم تحميتوش من البلدان الإسلامية اللي هي غازته هتحميه منين؟ مهم من الغازي في هذه الحالة؟ ما فيش أشر من اللي دخلوا عليهم وأخذوا بناتهم فستحميه ممن؟ الجزية بدل التجنيد يا سيدي أولا أنا لم أدعو دولة لتحتلني هذا واحد اتنين أنا أريد أن أصير جنديا هل ستعفيني من الجزية؟ لا لا نتق فيك لأنك لست مسلما طيب فين الخيار هنا؟ فين الخيار؟ الجزية مقدار بسيط ده كذبة من الكذبة ده مقدار بسيط ده المسلم بيدفع الزكاة اتنين فاصلة خمسة في المية على المال الذي فضل وبلغ فيه النصاب ودار عليه الحول ده ولا شيء يقول لك لا الجزية هي دينار دينار انت تفتكر ان درهم بالمغربي او دولار او يورو لا دينار وقتها شيء كبير جدا لدرجة انه كان الانسان كان الذي عنده خمسين درهكم وهي اربع دنانير شوية او دينار كان ١٠ درهم اربع دنانير هي ٧٨ كان يعتبر لا تجوز فيه الصدقة ليس فقيرا اربع دنانير الذي عنده اربع دنانير انه تجاوز خط الفقر ولا تجوز فيه الصدق اذا في الاسلام ايضا فقل لك أقل الجزية دينار عن الفرد الذكر الذي بلغ دينار في حالة أخرى دينارين بل جعلوها أربع دنانير في بعض البلدان يعني أقلها دينار وانت ساعد لو أخذنا دينار فقط أقل شيء ممكن ده ربع ربع الدخل الذي يجعلك في صفوف متوسط الحال وانك تخرج من طبقة الفقراء ربع دخلك السنوي ده على الراس ده راسين اتنين دينار نصف نصف ممتلكاتك لو تلات رؤوس تلات دنانير وانت طالع بيكذبوا علينا الجزية مقدار بسيط كذبة ترقيعة مش شغالة قال لك الجزية كانت مسألة مألوفة ما انت جاي برسالة للعالمين جاي تغير جاي تتمم مكارم الأخلاق لو هي رسالة مسألة مألوفة خلاص انت جبتي ما انت متلك متل باقي الأشرار الموجودين فلا تقول لي انك رحمة للعالمين ولا تقول لي انا اتيت رسولا من الله قل لي انا واحد من البلدان الاستعمارية الاخرى التي كانت موجودة وقتها ووقتها ممكن نتناقش نأتي لموضوع اخر مسألة زواج محمد بزينب من اكتر الاشياء احراجة للمسلمين فطلعوا لنا كده ترقيعة قال لك كان لابد لابد ان تتم بتلك الطريقة خلينا نشوف احنا الايات في سورة الاحزاب قبل ان نعلق عليه ويتقول الذي انعم الله عليه يعني زي وانعمت عليه مسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيان قال لك كان لابد يتزوج زينب حتى يبطل التبني بطريقة انه خلاص لا لرجعة فيه يعني ما كانش فيه طريقة تانية لو نزلت اية تحرم على فرض انه تحريم التبني شيء جميل هو اصلا شيء سيء لكن على فرض ما كانش ينفع اية تنزل في القرآن تكتب انه التبني حرام من غير ما يلجأ لهذه الطريقة ولا لازم لابد ان يدخل بها لا طبعا كان ممكن تنزل اية لكن هي ترقيعة حتى يبرروا العملية اللي قام بيها محمد قال لك لا ما هو في الاول كان زواج زينب غير متكافئ ايا من طبقة وهو كان تقريبا عبد ويعني ده غير زواج ما فيش تكافئ طب لماذا حرم لماذا زوجها الله من زيد باية في الاحزاب ستة وثلاثين وما كان ولما رفضت قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم يعني ما عندهم مش خيار ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا انت حابب زينب تكون ضلت ضلالا مبينا ردخت للامر بعد ما ردخت سيقول لك انه زواج غير متكافئ طب من المسؤول هنا والله ما كانش يعرف انه زواج غير متكافئ طب دخل نفسه في زواج غير متكافئ لماذا ليه الله هو صاحب هذا الزواج يعني فشل حتى في ترتيب زواج حصل بعده طلاق اذا كان الله نفسه هو اللي خطط لهذا الزواج وحصل في طلاق فما بالك بالزيجات التي يرتبها البشر اذا كان مرتب هذا الزواج لم يستطع الحفاظ عليه ولم يعرف انه زواج غير متكافئ طب يزوجها ليه وعارف انه هي ستتزوج بمحمد مش هدا مشروع فاشل من اوله قال لك لابد من تلك الطريقة لابطاء التمني زواج غير متكافئ قال اصلا زيد كان يريد ان يطلقها طب فين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة يعني روح تزوج ما تعصاش الله شوية كان يريد ان يطلقها ما هو من الاول ما ترغموش حد على هذا الزواج المتعوس ابطاء التبني قال لك يحفظ الانساب من الاختلاف انا نفسي واحد مسلم يشرح لي كيف انه ابطاء التبني يحفظ الانساب من الاختلاف يعني الخط الانساب ما بيختلتش طب الناس كلها اختلطت يعني العرب تزوجوا مع الامازيغ والامازيغ مع العرب والعرب مع ال واليهودي مع المسلم والمسلم مع غير المسلم والهندي مع الباكستاني والباكستاني مع الافغاني ومشي كل الانساب اختلط تحفظوا الانساب كيف يعني مسألة اخرى زواج محمد بصفية ايضا واحد من الزيجات التي يرقعون لها ببساطة نعلم ان محمد قتل عائلة صفية واخدها سبية بعد ما اخدها دحية الكلبي قالوا له في فتاة جميلة ولا تصلح الا لك فراح مبادل مع دحية الكلبي مديه رؤوس يعني رأسين او اكتر بحسب الروايات وقالوا ديني صفية وخد لك غيرها من السبي ودخل بها اثناء العودة من الغزوة طبعا لم يعطيها حتى فرصة للحزن على اهلها فكيف سيرقع المسلمون هذه الزيجة اذا صحت تسميتها الزيجة وهو اغتصاب جنسي لوحدة قتلت عائلتها في من طرف نفس الغاز الذي قتل عائلتها هو الذي سيدخل بها قالك انها هي لماذا لم يعطيها يعني اربع اشهر وعشرة ايام وكل هذه الامور لماذا لم يدعها حتى تبرأ رحمها قالك لا هي حاضط في طريق العودة ترقيعة من الترقيعات لا ندخل في تفاصيلها لانه طيب حاضط مفروض انه تبرأ من حيضتها بعدين وترجع وتكون انت رجعت للمدينة لا العموم دخل بيها في الطريق يعني واضح انه امرأة انتهكت كل انسانية بداية من قتل عائلتها الى اجبارها على ممارسة الجنس وهي في هذه الحالة التعيسة حتى يبرروا هذا الامر ويرقعوا قالك لا صفية حلمت بالنبي قابل ان يغزوها شافت القمر بتاع يترب يرمى في حجرها الله اكبر فحكت الحلم لزوجها فلطمها فلما دخل بها محمد ولما جاءت عندها محمد قال ما تلك اللطمة حكت له الحلم شوف صفية كانت تتمنى تتمنى ما شفته في الحلم كانت تتمنى ملك يترب ييجي ويقتل عائلتها وياخدها سبية شوف الزي شوف الزي شوف الزي شوف الترقيعة شوف اللفة شوف اللفة هل هناك امرأة في العالم يكون حلمها ان يأتي شخص اخر يقتل عائلتها ويقتل زوجها وياخدها سبية ده فارس احلامها يعني شوفوا لكم ترقيعة تاني قال لك لا ده محمد خيرها بين الرجوع الى اهلها وتبقى يهودية وترجع الى اهلها او الاسلام والزواج بها كتر خير حنين 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 جدا بعد ما قتل عائلتها شوفوا الحنية والوداعة والرحمة يا بنت الناس ما ممكن تصير مسلمة ممكن ترجع الاهلك اللي هم في المقبرة يعني ممكن ترجع الاهلك الابوك اللي قتلته والزوجك اللي قتلته والقبيلتك اللي انا سبيت نسائها واطفالها وقتلت رجالها ممكن ترجع للقبيلة بتاعتك وتبقى يهودية ما فيش مشكلة يعني الترقيعة مش ركبة الترقيعة مش ركبة هل عند صفية اي خيار امام منسبها ما هم اللي كتبوا لنا القصص هذه لم نسمع من صفية نفسها لو كانت صفية حرة في مكان تاني كانت دهبت لجوء لبلد تاني كنت سمعته قصة اخرى مثل البنات اللي بيهربوا من بلدان اسلامية الآن بنتنا في دولة كده في السعودية عايشين كويس وانه ما فيش اي مشكلة لما تشوف قصة واحدة طلعت لجوء تسمع قصة تانية نفس الشي لو صفية اتيح لها اللجوء لبريطانيا كنت سمعت قصة تانية مختلفة تماما عن القصة التي رواها لنا المرقعون قال لك تزوجها محمد وحررها وصارت امى لمؤمنين فيه شرف فيه شرف اكتر من هذا لا طبعا كتر خيرك تخيل انا اقول لك انه تيجي فرنسا تغزوك تقتل عائلتك كلها وتاخد امراتك وتجعلها امى لمؤمنين الفرنسيين يعني شوف الاكرام يعني تصير زوجة ماكرون وتصير امى للفرنسيين ما رأيك او سيدة فرنسا فرنسا تغزو بلد اسلامي وتاخد افضل اميرة موجودة ويقتلوا زوجها واهلها ويجعلوها يعني هي سيدة فرنسا الاولى ايه رأيك في هذا الاكرام طبعا ترقيعة غير مقبولة قال لك صفية رضيت ولم تترك الاسلام بعد ما ميت محمد ايضا لم تترك الاسلام لم يحصل اي شي طب هي صفية كان عندها خيار هي عاشت في ضل الدولة الاسلامية ليس هناك خيار لاي امرأة من نساء النبي سواء في حياتي او بعد موتي ما كانش عندهم خيار لان هناك من حكم بعد موتي ما فيش خيار ستقتل ان حاولت ان تترك الاسلام في اي لحظة ترقيع زواج محمد بنساء كثيرات طبعا المسلمون حدد لهم اربعة وما ملكت ايمانهم هو فتح الله له كل شيء قال لك لا تزوج بهن رأفة بحالهن يا حنين كان حنين النبي كان حنين فكان كل واحدة يتزوجها حتى ينشر رحمته بين النساء طب مش ممكن يكون حنين يساعدهم ماديا ويعطيهم عطاء ووفر لهم سكن وخليهم هما يتزوجوا اي شخص اخر ولا هو المفروض انه واحد حتى يكون حنين كل امرأة يتزوج بها حتى يكون حنين عليها تزوجهن لكي يقوي علاقاته بالقبال يا سلام يقوي علاقته بخيبر عن طريق صفية خيبر اللي اهلكها ولا جويرية بنت الحارث ايضا في غزوة بني المصطلق ولا رحانة ولا يقوي علاقته مع مين ما هو اصلا مثلا عائشة ابو بكر كان من اتباعه مع مين لم يقولوا لنا يقوي علاقته بمين قالك لا لم يتزوج الا بكر واحدة يعني ما كانش شهواني والدليل انه تزوج بكر واحدة اللي هي عائشة يا سلام والتانيين كانوا وحشات ولا كان يختار في كل غزوة افضل افضل امرأة في القبيلة افضل امرأة لا يهم بكر ولا مش بكر كان لا يهم افضل امرأة كان يأخذها صفية ما قالوش عنها اجمل اه نساء بني قريدة كانت في خيبر ما قالوش هذا الامر عنها وحتى رحانة بنت شمعون لم يقولوا انها كانت جميلة ولا جويرية بنت الحالة وكل النساء الاخرية احيانا يقول لك لا ما هو سودة مثلا سودة ما كانتش جميلة كانت كبيرة في السن ما هو اراد ان يطلقها وصارت تترجاه حتى تنزلت ليلتها العائشة ما خلوا خلوا الموضوع يعني قال لك لا كنا كبيرات في السن عجائز لا اغلبهن كنا في العشرينات ما كانوش كناش كبيرات اغلبهن كنا في العشرينات طيب القرآن لم يحدد حتى في التعدد للمسلمين لم يحدد اسباب التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وثلاث ورباح مفتوحة لكن المسلمين يقولون لك التعدد لمنع الفساد في المجتمع هل امتنع الفساد بعد التعدد؟ كل بلدان اسلامية مفيش فساد؟ يعني مفيش زنا مفيش اي شيء؟ متأكدين؟ قالك لا لان شهوة الرجل اكثر من شهوة المرأة باي مقياس عرفتم هذا الامر؟ عندكم ميزان للشهوة على غرار ميزان الحرارة؟ شهو ميتر مثلا يقيس الشهوة؟ سألتم النساء عن شهوتهن؟ لا هذا ايضا ترقيعة مش ماشية قالك لا لان عدد النساء اكثر من عدد رجال احيانا نقول لك انه في كل العصور احيانا نقول لك زمان حتى هذه لم يثبتوها باي احصائية كذب وترقيعة قالك التعدد موجود في ثقافات اخرى طيب ما تقولوا انه مثل محمد مثل ثقافات اخرى انه لا رحمة للعالمين ولا نور ولا انه جاء يغير ولا اي شيء خلاص ترقيعة مش ماشية الدليل على ان التعدد لم يمنع الفساد في السعودية كل طفل من اربع اطفال يعني ربع الاطفال في السعودية على الاقل تم التحرش بهم جنسيا ودي من جرائد سعودية كل طفل من اربعة 25% من الاطفال طب اهو بلد فيه التعدد منع الفساد لا بالنسبة للنساء اكبر من عدد رجال غير صحيح قطر مثلا ثلاث رجال لكل امرأة عدد الرجال اكثر من عدد النساء ما تعطوا لكل واحد في قطر كل واحد اعطوها ثلاث رجال اذا وفي الامارات سبعين في المية رجال وثلاثين في المية نساء وفي عمان ستة وستين في المية رجال والباقي نساء وفي البحرين وفي الكويت وفي السعودية تمانية وخمسين رجال والنساء اقل طب نعطي رجال اكتر بنفس الحجة طبعا ترقيعة مش ماشية ترقيع انعدام العدالة في الارت للذكر مثل حد الانتين طبعا نظام ظالم لكن وهو مأخوذ من عادات العرب قابل الاسلام كانوا بيعطوه للذكر مثل حد الانتين لكن هما يرقعوا لان الرجل يصرف على المرأة هل الاية تقول اذا كان الرجل يصرف على المرأة فالذكر مثل حد الانتين هل هناك تحديد لا مفيش تحديد هي عامة قاعدة لكل ذكر سواء كان يصرف او لا يصرف لكن المرقعين يقولون لك لان الرجل يصرف على المرأة طب في حالة المرأة التي تصرف على الرجل ها في الحالة التي هناك امرأة مثلا خلينا نقول اختي مثلا او اخت فلان توفي الوالد وترك لهم ارت هي عندها مثلا اطفال وعندها ايتام ومعنداش اي شيء هل سيعطيها الشرع مثلها مثلي لا طبعا ان شاء الله تكون تصرف على مئة ان شاء الله يكون عندها عشرين طفل ستاخد نصف بغد النظر تصرف ولا ما تصرفش فهي ترقيعة مش ماشية خليك لان المرأة لا تحتاج الى المال مثل الرجل فهي لو كانت ام ابنها بيصرف عليها لو زوجها زوجها بيصرف عليها لو ابنت ابوها بيصرف عليها لا طب لو كانت يتيمة لما تصير يتيمة ومش متزوجة مال فيها اي وتحتاج لدراسة وتحتاج لمال لسكن وتحتاج كل هذه الامور ماذا سنفعل في هذه الحالة الشرع لا يعطيك اي شيء تاخد النصف بغض النظر ربما تريت المرأة اكثر في حالات اخرى مثلا ما هو الحالة العامة ان يموت الوالد ويترك مالا هذه الحالة العامة فما تجيب ليش الحالة الاستثنائية الاخرى لتبرر الحالة العامة حتى لو في حالات اخرى هذا لا يلغي انك ضلمتني في هذه الحالة هم يحاولوا باي ترقيعة الالتفاف على هذا الامر القرآن غير عادل ولذلك لحد الان كثير من البلدان الاسلامية تصارع لكي تجعل المساواة في الارت ومش قادرين لانه نص قرآني ترقيع قتل المرتد قتل المرتد شيء باش يخالف حقوق الانسان يخالف مواطق الدولية يخالف حرية العقيدة يخالف كل شيء والبلدان الاسلامية بيرقعوا الشيوخ والازهر وكل واحد يطلع يرقع يقول لك المرتد مثل الخائل الوطني طيب واحد ارتد عن الاسلام في فرنسا خان اي وطن خان فرنسا ولا السعودية ولا المغرب خان اي وطن لا مش مثل الخائل الوطني دي ترقيعة لا تمشي كم واحد مخلص الوطني ويريد ان يغير الدين هل انا خائل الوطني انا احب المغرب ما عنديش اي اشكالية لست خائل الوطني لا اريد هذا الدين لاني اراه غير مناسب على اكتر من صعيد فلماذا اعد خائل الوطني لماذا لا تعدون المسيح الذي يترك المسيحية ويعتنق الاسلام انه خائل الوطني الام لماذا هي طريق واحد فقط مكيال واحد قالك لا قتل المرتد موجود في اديان اخرى رغم انه ممكن الرد على هذا لكن لنفترض انه موجود لنفترض هل وجود شيء خاطئ عند الاخرين يبرر وجود نفس الخطأ عندك لا تركيعة فتمشيش ايه الشيء الاخر قتل المرتد غير موجود في القرآن يقول لك الله هو الاسلام يؤخذ من القرآن فقط وتفاصيل الحج اخذتوا من القرآن او من السيرة ومن السنة وبين عيد الاضحف في القرآن وبين الختان في القرآن وبين كل الامور اللي بتعمله عدد الصلوات خمسة وبين في القرآن وبين كل التفاصيل الاخرى اللي تعملوها في حياتكم هل الوضوء بحذافير ومذكور القرآن أم يعلم البعض في القرآن ولا بعض منه في السنة كل الامور الاخرى ما معنى عند قتل المرتد تريدون أن يكون موجوداً في القرآن فقط وهل التاريخ الإسلامي كان يأخذ من القرآن فقط ولا كان يأخذ من السنة أيضاً ترقيعة ما تمشيش قال القتل المرتد مبني على أحاديث أحد ما هو 99% من الأحاديث هي أحاديث أحد وفي أشياء أخرى غير أحاديث الأحد قال لك محمد لم يقتل أي مرتد وده غلط أمر بقتل المرتد عبد الله بن أبي صرح أمر بقتله لأنه ارتد عن الإسلام وكان كاتب محمد وهرب لو لم يشفع له عثمان لكان قتل كان يريد أن يقتله الصحابة لكن خف من عثمان وفي الأخير قال لهم ما كنت تقتلوا قالوا ما كنت تغمزنا بعينه قال لهم النبي لا يغمز النبي ما بيغمش كنتوا أفهمتوا من غير ما أغمزكم وأمر بقتل الآخرين ولو تشبتوا بأستار الكعبة لأنهم ارتدوا لأنهم ارتدوا بل وحصل قتل المرتد تحت حكمه وينسب إليه في اليمن مع أبي موسى الأشعري ومعاد بن جبل تم قتل المرتد هناك هذه الأشياء المذكورة في الحديث أو غير ذلك ربما لم يسجل لنا ترقيع الحدود قطع يد الصارق والصلب وكل هذه الأمور قال لك الحدود لا يتم تطبيقها إلا في نظام إسلامي متكامل كامل يعني ما هو إمتى كان النظام الإسلامي كامل مش كل حكم الإسلامي عبر التاريخ كان ناقص كدبه كدبه يروجوها لا يطبق الإسلام حتى لو ما كانش نظام إسلامي كامل هو حين تعجزون الحدود ألغيت الآن لأنهم تحت ضغط دول أخرى تحت ضغط النظام العالمي تحت ضغط مواتيخ حقوق الإنسان ليس لأنه غير كامل متى كان تطبيق الإسلام كاملا في كل عصور الإسلام في كل عصور الإسلام متى كان تطبيق الإسلام كاملا قال لك قطع يد الصارق لا يعني القطع الحرفي وأيضا هذه ترقيعة لا القطع حين يتعلق بالجسد هو قطع حرفي قطع الطريق لأنه هنا لا يحتمل الحرفية فيأخذ على المجاز لكن حين يحتمل الحرفية يكون حرفيا لا تضحكوش على الناس باللغة قال لك القطع لم يتم إلا في حق عدد محدود في التاريخ الإسلامي مرة أخرى هل عدم ذكر كل الحالات يعني أنه العدد محدود؟ وهل وجود عدد محدود يعني أنه عمل صالح؟ والعمل خاطئ قال لك الحدود تمنع الجرائم وهل البلدان التي طبق فيها هذا الأمر انعدمت فيها الجرائم؟ طبعا لا عندي الكثير في أمور الترقيعات لكن الوقت حان لودعكم وألقاكم في حلقة أخرى لذلك لا أستطيع أن أكمل كل الترقيعات أنا أوريتكم رؤوس أقلام لكن البقية من عندكم ألقاكم في حلقة أخرى في المستقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر